موسيقى مرحبا بكم مشاهدين اينما كنتم وهذه حلقة جديدة من برنامج وينت يحتفل الحوثيون اليوم بما تسميها الجماعة بيوم الولاية كذكرى تنصيب علي بن أبي طالب مولى للمسلمين بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم حالة من الرفض الشعبي الكبير شهدته مواقع التواصل الاجتماعي بهذا اليوم معتبرين بأن عودة مثل هذه الأفكار محاولة بعودة اليمن إلى الماضي الذي فار عليه الشعب قبل خمسة عقود من الزمن حملة إلكترونية تفاعل معها نشطاء وإعلاميون من أجل فضح مزاعم وادعاءات ميليشيا الحوثي المصنف إرهابيا فيما تسميه بيوم الولاية تكريسا لنهجها المضلل ونظرتها الدونية لليمنيين كثف الناشطون تحت هذا الهاشتاق التدوينات الهادفة إلى التعريف بالهوية اليمنية وأصالتها العربية وتعرية الأكاذيب التي تروج لها ميليشيا الحوثي بغرض التنويه على اليمنين وحجب الحقائق عنهم لكن الشعب رفض وسعى إلى فضح وبطلان يوم الخرافة الذي تمثل واجهة المشروع الإيراني وكيف أنها تتنافى مع قيم الدولة وهي بمثابة خروج عليها وأيضا إبطال سعي الحوثي لتسويق أحقيته بالولاية تغريدات ومنشورات سنستعرضها حول يوم الخرافة الحوثية ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا مرحبا بكم من جديد ننطلق بأول تغريدة في هذه الحلقة لفهد طالب الشرفي الذي غرد على تويتر متحدثا عن مصادفة يوم تولي الرئيس علي عبدالله صالح الحكم مع يوم الخرافة الحوثية وقال على تويتر من المصادفة أن يتفق يوم الخرافة هذا العام الذي يشدد الحوثيون على إحيائه لاستمداد مشروعية افتراضية تواجدهم الغير الشرعية في السلطة المختصبة مع السابع عشر من يوليو وهو تاريخ صعود الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح إلى السلطة عام 1978 وهي مناسبة تجعل الناس تقارم بين حكم اليمني ابن الفلاح المنتمي لوطنه وشعبه رغم كل سلبياته وبين تسلط وتجبر السلالية الغازية الذي يرى في امتهان كرامة الشعب وقمعهم وإهانة رموزهم وتجويعهم وسيلة وحيدة لبقائه سيدا عليهم هو وبني عمه وجلاوزة سلالته محمد جميح غرد حول يوم الولاية مشيرا إلى المساعي الحوثية في إجبار الشعب على تسليم هذه الجماعة الباغية ثرواته ومقدراته وقال جميح على تويتر الأمر واضح هؤلاء اللصوص لا يمثلون علي ولا ولديه والقول بوجوب الإيمان بولاية علي لا يعني إلا أنهم يريدوننا أن نسلمهم بلادنا وثرواتنا ومستقبلنا على أساس أن الدين يأخذ بالوراثة كالدينار والدرهم أما يحيى أبو حاتم فشارك أيضا في الحملة بتغريدة يقول فيها سوف يظل الحوثي العدو الأول والأخير للقبائل اليمنية والأحزاب السياسية والمكونات الاجتماعية والحرية والديمقراضية والعدالة والتنمية والأمن والاستقرار وفوق هذا وذاك فهو العدو لدود للدين الإسلامي الحنيف لذا فإن الجميع مضالبون بالوقوف في وجهه بالفعل الحوثي عدو اليمنيين الأول وعدو دينهم من حيث ابتداعه لمثل هذه الخرافات الدخيلة عليهم في وقت يموت الناس فيه جوعا هذه تغريدة لفيصل المجيدي وجه من خلالها رسالة لكل اليمنيين الذين يخرجون للمشاركة مع الحوثي بهذا الاحتفال وقال في تغريدته على تويتر قبل أن تخرج للاحتفال معهم تذكر كرامتك التي ستهان بحجة أنك خلقت لضاعة السيد وطفلك الذي سيقتل في الجبهات وجيبك الذي سينهب بعنوان الخمس جميع اليمنيون يؤمنون بأن هذه الخرافات التي جاء بها الحوثي توسع من بؤر الفقر والمعاناة لملايين الأسر ولو وزعت المليارات التي تصرفها الميليشيا في هذا اليوم لكفت الجوع الذين تقطعت بهم السبل في زمن الحرب هذه تغريد الأحمد المسيبلي يقول فيها على تويتر ما يجري من توعية حول خرافة الولاية شيء مبهج ويدل أننا في الاتجاه التوعوي الصحيح وكفيل بتوعية عامة الشعب وفي دستورنا القادم سنجرم الهاشمية السياسية بنصوص قضعية وعقوبات مشددة لأنما نتج عن هذه الخرافة أهلك الحرثة والنسل لبلد ووطن بأكمله تغريدات كثيرة وإن اختلفت في الكتابة لكنها توجه سهامها صوب خرافة الحوثي هذا همدان العلي يقول أيضا في تغريدته على تويتر كل من يقرأ كتب التاريخ يعرف جيدا بأن جريمة السلالة عنصرية ما زالت ترتكب حتى اللحظة في حق اليمنيين ما زالت ترتكب حتى اللحظة في حق اليمنيين ليس من حق أحد أن يضالب هذا الشعب المظلوم أن يصمت على اليمنيين أن يوحدوا خياراتهم المناسبة للسعادة دولة المواطنة المتساوية وهذا غمدان اليوسفي متحدثا عن ما تسبب فيه يوم الولاية من دماء وقال على تويتر فكرة الولاية أكثر فكرة سفك الدماء في التاريخ سواء العربي بشكل عام أو في اليمن بشكل خاص ظل اليمنيون طوال ألف سنة يقنعون بني هاشم بأن يكونوا بني آدم مثل كل البشر بينما ظل أولئك يذبحون اليمنيين ليقنعون أنهم مصطفين ولن يستسلم أي بني آدم لديه عقل لهذه الفكرة مهما كان وهذه تغريدة لرياض الدبعي تحدث فيها عن كل ممارسات الحوثي الإرهابية بحق اليمنيين طوال سنوات الحرب وقال في تويتر الولاية هي زرع الألغام والقتل والقنص والاعتقال والاختضاف والتعذيب وحصار المدن وتضييف التعليم وسجن النساء وتكميم الأفواه ومنع الناس من ممارسة حرياتهم والتدخل في حياتهم الشخصية وكذلك نهب الأموال وتسخيرها لقتال كل من يعارض فكرة الحوثيين أما عبد الباصد القاعد يقول في تغريدة له على تويتر حول مواجهة المشروع الإيراني وكيف يتنافى مع مبادئ وقيم الدولة التي اعتاد عليها اليمنهون سواء في الحريات أو في التعددية السياسية أو في كل مجالة الحياة وقال في تغريدته يقع على عاتق النخبة توعية الشعب ببطلان يوم الخرافة الذي تمثل واجهة المشروع الإيراني وكيف أنها تتنافى مع قيم الدولة وهي بمثابة خروج عليها وأيضا إبطال سعي الحوثي لتسويق حقيته بالولاية الحكمة وتلسيخ الموضوع لدى عامة الشعب بأن هذا الدعاء مكذوب وهو أمر يناقض قيم الدين والدولة أما حسن غالب يقول أيضا حول هذا اليوم ووجوب التنبيه للمغرر بهم بعدم الخروج مع المليشيا وقال واجب علينا جميعا أن نفند زيف الخرافات الحوثية ونوضح للمغرر بهم أن هذه المناسبة ليس سوى موعد سنوي يستخف بها السلاليون بعقول أتباعهم وأنها ليس سوى مناسبات عنصرية دموية يحييها الكهنة أملا في الحصول على المزيد من المقاتلين المخدوعين وضمعا في أموالنا ليزدادوا غناء وفراء صادق دويد أشار إلى تكليف الحوثي للناس عب المعارك والمناسبات التي ليس لهم بها من سلطان وقال في تغريدته على تويتر يحمل عبد الملك الحوثي الناس عب أم عارك دينية هم في غنى عنها يستغل المناسبات الدينية لتعزيز سلطته مع أن السلطة تعزز بالأمن والخدمات يعاني الموالون للحوثي من إدارته للاقتصاد وغياب حكم القانون وبدلا من أن يكف عنهم الجبايات ويصرف لهم المرتبات يعلن لهم عجزه وفشله ويتحول خطيبا محمد المقالح كانت له تغريدة عن الأموال المنهوبة التي تستخدمها الميليشيا في هذه المناسبات واليمنيين في أمس الحاجة إليها وقال في تويتر الذي يتساءل أين الأموال الهائلة التي تجبى باسم الضرائب والزكوات والأوقاف والجمارك وعائدات المشتقات والاتصالات عليه أن ينظر كم من الأموال تهدر في التحشيدات والاحتفالات الفأوية على مدار العام طبعا تنفق ميليشيا الحوثي على هذه الفعاليات الطائفية مبالغ ماهولة يمكن أن تكفي اليمنهين للتخفيف من معاناتهم ولو وزعت على الفقراء والمحتاجين أو صرفت حتى رواتب هذا البرلماني عبدو بشر غرد أيضا في هذا السياق وقال يا خبرم ماذا بعد الغدير والولاية والأعياد التي لا تسمن ولا تغني من جوع هل بعد هذا ستتوجه صلودات ومؤسسات وهيئات وشركات الدولة التي تحولت لمثل هذه المناسبات فقط هل ستتوجه إلى القيام بعملها وصرف المرتبات ومحاربة الفساد وتخفيض الأسعار ورفع الظلم وأخراج البلاد إلى بر الأمان أم ضروري من قيام ثورة الأعلامي نبيل الصوفي غرد أيضا على تويتر ولكن من زاوية أخرى ركز فيها عن التسلد الحوثي على رقاب اليمنهين بالقوة وتكلم في تويتر حول هذا اليوم نتقبل يوم الغدير والولاية كمواطنين يحترمون قيم وحقوق الأقليات الاثنى عشرية والجارودية وتدوراتها التي تمثل الذراع الإيرانية اليوم بمسمى الحوثية هم أقلية لهم الحق في اعتقاد ما يريدون إسوة بحقوق البهائيين أو اليهود أو أي ضائفة لكننا نقاتل من يرى منهم أنه هو اليمن وهو الدولة عبدالوهاب قدران غرد أيضا ساخرا على التحشيد الحوثي لهذا اليوم وقال بمناسبة عيد الولاية أقترح عليك يا ولي تعلن غدا فتح المحطات وتفلفل سيارات المواطنين بترول فل مجانا مثل ما عملت اليوم النت ببلاش ما يظرك يفرح المواطنين بيوم وقود مجاني عبدالكريم المادي وصف حجم التزموت والكهنة الحوثي وسلب إرادة وحرية المواطنين بحكم طائفي حيث قال في تغريدة له على تويتر الولاية التي يتدفر تحت عمامتها وخلف قناعتها وجلبابها كانت الحوثي الذين لا يعرفون الدين ولا ينتمون للحرية والتسامح تعني سلب حقوق الشعب واضطهاده وإهانته وفق مفهوم مصطنع ودجل مفضوح نرفض وسنرفض هذه العنصرية جميعا ونؤمن بقدراتنا وحقنا في المواطنة وبعيدا عن أي نوع من أنواع التعيش والتعددية وحرية الرأي والتعبير واختيار الشعب من يمثله عبر صناديق الاقتراع تريد جماعة الحوثي أن تحكم اليمنيين بالقوة وتتسلط عليهم بالحكم الإلهي كما تدعي هذا نايف عيض العماد غرد في هذا السياق وقال في تويتر الميليشيات الحوثية لا تؤمن بالتعددية السياسية والعمل السياسي وليس لديها برنامج سياسي للعمل جنبا لجنبا مع الأحزاب ولا تقبل بالتداول السياسية للسلطة والانتخابات للوصول إلى السلطة وتؤمنوا بدلا عن كل ذلك بالخرافات والولاية المزعومة التي تسعى من خلالها إدعاء الحق في الحكم عبد الرحمن معزب نشر أيضا في حسابه على تويتر في نفس السياق وقال يوم الولاية أو يوم الخرافة أو يوم الغدير تفسيره ومعناه شيء واحد فقط إحنا سادة وأنتم عبيد أما الإمام علي فقد شبع موت هذه هي الخلاصة ولا يقبل بالعبودية والدونية إلا مغفل أو حامل لجيناتها وفي آخر منشور لنا في هذه الحلقة يقول فارس البيل على فيسبوك حول يوم الخرافة الذي ابتدعته ميليشيا الحوثي كل يوم في عمر الميليشيا الحوثية هو خرافة كل نهجها خرافة وكل فكرها خرافة وكل رموزها خرافة وكل تاريخها خرافة وتسلط ولا بد لهذه الخرافة أن تسقد بوعي الناس وعلمهم ونضالهم فمصير كل خرافة أن تزول وعلاج الخرافة أن تشطب من حياتنا بالقوة والوعي والدولة الحديثة العادلة وميليشيا الحوثي ومن قبلها النظام الإيراني قاموا على الخرافة الدينية لأهداف الصيدرة السياسية والعسكرية وهم آخر الأفكار الكهنوتية في عصر العلم والمعرفة بغرض تحشيد العامة وراء أهدافهم الخبيثة التي ليس لها علاقة بالدين والتاريخ وكل ما قام على الخرافة يبقى خرافة صاقضة إذن مشاهدين ليس هذا إلا جزء من حجم الرفض الشعبي للبدع والخرافات والفعاليات التي جاءت بها ميليشيا الحوثي وأفقرت اليمنيين وتسلطت عليهم من خلال ما يدفعونه من أموالهم وأرواحهم إرضاء للسلالة الحوثية ختاما ومع فقرة يوتيوب نشاهد هذا الفيديو للزعيم الشهيد علي عبدالله صالح رحمة الله تخشاه الذي تحدث فيه عن يوم الولاية نشاهد معنا جاء علي السيد المنصور ويقول حسين بدر الدين نريد أمع هذا السيد المنصور يقول له لا يوجد معنا مشكلة أكتب له نيابة العمي قالوا لي مني يناق قالوا لا أكتب له نيابة العمي وأنت أعالي بحجة وأمنه وفي وجهي لأن يناله سوءا أو مقروض فعليه أن يصل إلى التفاوض أولا أنا أرى أن يصل إلى التفاوض لا أعرف إيش عنه هل شي عنده غير التدريس والكيفما كان نوع التدريس أو الكتاب الذي درسوا يعني ممكن نتحاور فيه ونبنعه إلى الوسطية والاعتدال أديت له السيد المنصور واتصاله ورساله مع السيد غالب المؤيني ونحن نجيه لأولاد الرائع وكلامات آخر إيجابة أنه خائف من أمريكا لا تضربه في الطريق وأنه مستعد أن يأتي ولا تكون بطريقتها الخاصة كنا فليقول هذه حقيقة الأمر يا سيد المنصور يعني لازم نقول الحكائق بشفافية مطلقة فليقول أنه يأتي بطريقة الخاصة سار الأسبوع الأول وزار الأسبوع الثالث وسار الأسبوع الثالث ماليسي أنا خير بدأت تحرفاته غير معتادة الاعتداء على المساجد التحامل المساجد جباية واجبات بالصليل جباية أموال من المواطنين يقول لكل المواطن يشتري بـ 500 ريال لا ينبغي أن يشتري بـ 500 ريال الدخيرة للدفاع عن نفسه لأنه أمريكا ستهجم علينا أرغم الناس على هذا الأساس استلم الرواجبات ربع الألم ندزل على مكثورة أنه ليس مكايدة عجل أن يكونوا الأخوان الحاضرين وهم على وجهة الأخصوص يفهمون من طاقة وسيأتي اليوم الذي نتكصى فيه الحكاية بعد يومين بعد أسبوع بعد شهر ورحمة الله على الكاذبين أينما كان ألقاكم في حلقة جديدة يوم غدين إن شاء الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة